ادبان اجتياح ميليشيات الحوتي عدن وتحديدا في العام 2015 خرج سليم في نهار يوم الجمعة لشراء الدقيق لأسرته لكن قناصا كان يتمركز في محيط المنطقة لم يرأف بإعاقة سليم في ساقه الوسرة فأطلق رصاصته على قدمه الأخرى نحن جاء الحوتيين كل هذا نزلت دقيق أظل بالرصاصة يزع لوسط الخط عدن أقتلو رصاصة هدية طلقة من راس القبل لما نصى مسك على رجلو كده سقط دوه سقط بعدين قام مسك كده ويقري لا ينبل حديقة بعدين ابنه شل قرطة قراطس من ينبل كدافة لما شاف الدم ينزف ينزف قوي شل قراطس ششتي ربط له يعاني سليم من صعوبة في التحدث كما أن وضعه النفسي والصحي يزداد سوءا فإعاقته جعلت فرصة إيجاد عمل أمرا شبه مستحيل بالإضافة إلى طريق منزله الوعر وهو بوضعه الصحي حيث يجد صعوبة أثناء مغادرة البيت أو العودة إليه خارجنا لجنب المجمع قلسنا قليل الناس متخبين ونقولك توكلوا على الله السعب يد الله يعني لقاه ومات ما تقحنا سواء حتى أنا والزغير والكل المت مر يعني لقى ربي مقدر لنا بالمات يالله سواء ونقذع كل جزء ونقول بسم الله توكلنا عليك يا رب بسم الله بسم الله لما نقطعنا الحافة والناس مستغربين لما نقذع قلها ربي يدي وروحنا بهم للبهد روحنا بهم ليس سليم وحده الذي يعاني من الصعوبة العيش هنا فسكان منازل جبال البارود هذه الواقعة في مدينة كريتر الجنوبي العاصمة المؤقتة عدن جميعهم بحاجة إلى تدخل الجهات المعنية لإنقاذهم من الحياة الشقة ولو بمشروع شق طريق يسهل عليهم الحركة والوصول إلى منازلهم بسلامة وأمان خلف جدران هذه البيوت العديد والعديد من القصص المختلفة جمعتهم المعاناة ووحدتهم ظروف الحياة الصعبة حنين جمال بالقيس عدن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر